سلام عليكم جميعاً كيف كنتم أخباركم؟ اليوم في عنا مقطع جديد وجده مهم طبعاً رح نحكي عن الأدوية كيف نقدر يعني شو المطلوب مننا لما نسافر من السويد لأي دولة ضمن منطقة الشنغن أو بالعكس يعني مثلاً من ألمانيا للسويد أو من السويد لإسبانيا وكذا تعرف عدد العرب بأوروبا صار كبير جداً وفي عنا يعني هاي حاجة يومية وعظمنا بسافر دايماً ومضطرين نأخذ معنا أدوية اليوم المقطع بيحكي عن الأدوية يلي مصنفة ناركوتيكا يعني الأدوية يلي فيها مواد مثلاً مخدرة أو أدوية خاصة مثلاً تسكين الألم مثل المورفين ومثل مثلاً الأدوية اللي خاصة مثلاً بالأعصاب أو بكثير يعني مثل الحال النفسي وكذا في كثير أدوية طبعاً مليان اللي هي أدوية الناركوتيكا بالقانون بالإسويد وبالشينغن أنه أنت كشخص مريض مسؤوليتك الشخصية أنك أنت تعرف إذا كان دواك هذا مصنف ناركوتيكا أو لا وشو الشروط اللي بتنطبق عليه لما بدك تسافر يعني في قسم كبير من العرب بروح بسافر بيكون نازل من الإسويد لإسبانيا وماخذ معه بالشنطة عدة علب ناركوتيكا مثلاً أول مثال مورفين اللي هو المسكن يعني مسكن ألام قوي أو ترامدول مثلاً طيب أنت هاي الأدوية عم تخدها معك بتحط بالشنطة كذا علبة وبتروح بالمطار إذا عرفوا أنه أنت معك هاي الأدوية فيه ناس بتفتش ممكن يفتشوك ممكن ما يفتشوك بس لو افترضنا فتشوك هن نقلوا الحق أنه ياخدوا منك هاي العلب وما يخلوك تسافر فيها طبعاً بتصير أنت تصرخ ولأ وعنصرية ومش عنصرية ولاش عم تاخدوهن وهذول أنا مريض وبصير تشرح لونه ممنوع ما فيش حالات استثنائية أبداً بهذا الموضوع خط أحمر فأنت مسؤوليتك تعرف شو المطلوب طيب أنا بدا أسافر من السويد لإسبانيا أو لأي بلد من منطقة الشنغن مطلوب مني شي اسمه هذا شي مطلوب بالقانون بكل دول الشنغن بتجيبها من وين؟ بتجيبها من السيدلية أو بتنزلها من الموقع اللي هو وزارة الصحة تمام هاي طبعاً هي دائرة حكومية للدولة يعني جوات السويد اللي هي تمام هني فيك تنزل من الموقع أو بتروع السيدلية بتقولون أنا بدي أسافر على إسبانيا مسلاً وبدي منكن تشوفوا لي هذا الدولة تبعي هل هو ناركوتيكا؟ بتقولك نعم ناركوتيكا طيب أنا بدي أسافر أسابتلك طيب بدك شينغن انتيك جاية تعطيك هاي الشينغن انتيك هاي شايفين قدامكم طيب أنت شو مطلوب منك؟ مطلوب منك هون هدول انت بكتعبي هون بتعبي اسم بتعبي اسم هون اسم البلد المدينة التاريخ عائلته للدكتور اسم الدكتور يعني هو الشخص اللي كتب لك الوصفة اللي كاري الدكتور يعني اسمه الأول رقم تليفونه وعنوانه طبعاً هذا كله بينوان بتجيبوا بتجيبوا من الوصفة بيكون مكتوبين بالوصفة يعني مفروض انت تعبيه إذا ما بتعرف تعبيه هون فيك تطلب من موظفة استعمالية هلا هون انت الباسيانت المريض بتعبي عائلتك واسمك رقم جوازك وهي الشغلات مكان الولادة تاريخ الولادة جنسيتك الجنس عنوانك مدة السفر ممنوعة تكون أكتر من 30 يوم مثل ما شايفين هنا يعني صلاحية هاي الانتيج هي الإفادة يعني هي 30 يوم ممنوعة أكتر من 30 يوم شو السبب؟ السبب هو أنه بالقانون لسويدة يمنع عند السفر أنك تاخد معك مواد ناركوتيكا أكتر من حاجة 30 يوم فإذا حاجتك هي 30 يوم ممنوعة تاخد أكتر طب أنا بدي أسافر أكتر من 30 يوم هون بسي فيه شروط أخرى بديك تتواصل مع السفارة البلد جوات لسويد يعني مثلا إذا رأي على إسبانيا بتروح بتحكي مع السفارة الإسبانية باستقل بتقولون أنا بدي أعمل 1-2-3 إذا كنت تسافر مثلا على الأردن كمان بتقول لك تواصل مع السفارة الأردنية بستوكهولم واسألهم شو القواعد اللي مطبقة بالنسبة لألكون أنتوا بالأردن هني بيشرحوا لك إذا قلت له للسفارة أنا بدي أسافر والله بس 20 يوم بتقول لك تمام 20 يوم معناتوا أنت بعدك ضمن منطقة الشينغن اللي هي 30 يوم فإذا نروح جيب من السيدلية الشينغن انتيك طبعا هذا كلام إذا كنتك تسافر ضمن دول الشينغن أما إذا دولة عربية فبصير الموضوع عند السفارة يعني بتروح على السفارة العراقية مثلا أو السفارة الأردنية هني بقولولك شو القواعد المطبقة هلأ هون هاي بتعبيها أنت الصيدلية بتعبيها يعني عادة المريض بيجي لعنا بيأخذ هاي الإفادة بروح بعبيها بالبيت هدول وبيجي لعنا أنا بالصيدلية بتعبي له هدول أنت اسم الدواء شو نوع حبوب ولا شراب ولا شو كزا شو المادة الفاعلة بالإنجليزية شو القوة تعيده خمسين ميلي جرام مثلا جرعة حبتين بليون هيك الشغلات يعني تمام بتعبيها هاي كلنا نتعبيها أوكي اسم الصيدلية عنواننا وختم الصيدلية والتوقيع وتليفون الصيدلية ليش نحن بنعمل هذا الشي لأنه الشرطة ممكن تتصل فينا بالمطار تمام وبنفس الوقت نحن لما نعبي هاي النسخة الإفادة بنبعث نسخة منا لوزارة الصحة لازم بنبعث نسخة منا لوزارة الصحة متل ما شايفين هون لازم تنبعث لليكي ميدلز بيركت بأبسالة حصرا بأبسالة لهذا الموقع لهذا البريد أو بالفاكس طبعا وزارة الصحة تفضل دايما بتقولنا نا ما تبعتوا فاكس بعتون لياها بالبوست لأنه هين بيشوفوا أنه هاي طريقة أكثر أمانا وفيها حفاظا على سرية المعلومات لأنه بالسويد الصحة تستلم هاي الإفادة بتسجيل عندها وخلص لما الشرطة تتصل فيهن بالمطار ولا إحنا وقفنا خالد عنده ماخد معه دواء فلان فلانة بقولوله نعم أعطينا المعلومات تبعيته بالضبط هو مسجل عندنا مظبوط هو عنده هذا الدواء ونحنا معطيناه رخصة سامحين له بقول لك الشرطة بالجمارك تفضل سافر هدول اللي هون هون الـ A والB والC وكذا هدول اللي بس شرح يعني هون مثلا الـ A هو هذا فوق ترجع له فوق هو هذا عم بشرحولك شو بدك تعب باللغات المختلفة هون مثلا شرحين لك بالإنجليزي وبالفرنسي الـ B اسم المريض وعيلة وكذا ورقم الجواز وبتاريخ الميلاد وكذا مكان الولادي بالإنجليزي وبالفرنسي يعني هنا عملينا بكذا لغة بس هذا بس مجرد شرح هون عشان تعرف تعب بس هون شوية معلومات وهاي هي القصة كلها فإذا أي شخص عربي بده يسافر على بلد تاني أنا بشتغل بسادلية وبعرف كتير كتير الناس بيجوا عندي عرب بيأخذوا عندهم هاي الأدوية الناركوتيكا وبدون يسافروا وبيحطوها بهذه الشنطة وبيسافروا وبيغضوا معهم كذا علبة وبقول لك يلا بخب وبعطيها وبش عارف لمين وبوزع هذا كله ممنوع إذا مسكوك ممنوع بيكون معك أكتر من 30 حاجة 30 يوم يعني مثلا أنت عندك حبة باليوم ما هو بيكون مكتوب هون يعني هلأ حكينا قليلا شوية هون الدوسيرينج بيكون مكتوب كم هذا المريض بيأخذ مورفين حبة باليوم طيب حبة باليوم يعني أنت بتاخد 30 حبة بالشهر معاته لازم يكون طلع معك فقط علبة واحدة من 30 حبة فقط مسموح لك 30 حبة يعني هي حاشتك لشهر فقط لا غير فأني بيعرفوا وهي مخطومة من وزارة الصحة يعني هي ما فيك تلعب فيها أنت هون فإذا أنت لو كم يأخذ معك 10 علب بمسكوب بمطار ممنوع تمام فلازم يكون في معك انتيق لدول الشينغن بس ديروا معكم حالكم وإن شاء لكم المقطع مفيد للكل بشوفكم إن شاء الله بإمان الله على بالمقطع الجاي السلام عليكم كم معكم خالد